السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية للسوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من فبراير من العام 2021 ونبتدأ أخواني العزاء فقرة التحليل الفني بتحليل المؤشر العام للسوق السعودي تاسي ونلاحظ أخواني العزاء أن المؤشر العام قد نجح بالتفاعل مع التحليل الفني واستفاد من التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واقترب من تحقيق الهدف الرئيسي الأسبوعي الماثلين مستويات 9200 نقطة وحاليا يحاول التحرك بشكل عرضي بعد أن وصل إلى مناطق تشبعات شرائية على مؤشر تذبذب ستوك ستيك والذي من خلالها يحاول أخذ العزم للصعود وتحقيق مستويات 9200 نقطة و9300 نقطة خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى وطوالما أن المؤشر تداول أعلى مستويات 9000 نقطة لا يزال يعتبر إيجابي وفي طور المسار الصعيد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة أرامكو ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة أرامكو هو الآخر لا يزال يتداول بطور الإيجابية محاولا الثبات والتمركز أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم حيث أن الأسعار إذا نجحت بالثبات أعلى المتوسط المتحرك تحاول التجميع ومحاولة أخذ العزم للصعود والاندفاع نحو تحقيق مستويات 35 ريال ومستويات قد تصل إلى مستويات 35 ريال فاصلة 60 هلل خلال التداولات القادمة وبشرط الثبات أعلى مستويات 34 ريال ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم آخر وهو سهم شركة سيرة ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة سيرة هو الآخر لا يزال يتماسك بالتداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونلاحظ أن الأسعار طوالما هي تتداول أعلى المتوسط المتحرك فهي تحاول التجميع من أجل الانطلاق مجددا نحو مستويات 18 ريال خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية الإيجابية لسهم شركة سيرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 17 ريال فاصلة 10 هللات إذن أخواني العزاء ننطلب إلى تحليل سهم شركة سابك ونلاحظ أيضا أن سهم شركة سابك والآخر قد نجح بيئة الاقتراب من مستويات 108 ريالات وقد حقق أهداف بالقرب من مستويات 106 ريالات وبدأ بالتصحيح والهبوط الذي حصل في السهم هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر وعبارة عن حركات إيجابية صحية للأسعار ومن الممكن أن تمتد التصحيحات بالقرب من مستويات 104 ريالات قبل أن ينطلق السهم مجددا ويحاول تحقيق الهدف الرئيسي الماثل المستويات 108 ريالات خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى وفي ظل الإشارات الإيجابية التي يتلقاها من خلال مؤشر الفوليوم إذن أخواني العزاء ننطلق إلى تحليل سهم مصرف الراجحي وأحب أن أبارك لكم تحقيق الأهداف الأولية والهدف الثاني للتوصية الذي قد قمنا بنشرها على قناة التليجرام وعلى الواتس أب وأيضا على صفحتي على تويتر فمن يريد أن يتابع التوصيات بإمكانه أن يجد الروابط الانضمام في صندوق الوصف أسفل الفيديو ونعود إلى التحليل الفني نلاحظ أن سهم مصرف الراجحي قد نجح بالثبات أعلى المتوسط المتحرك واستفاد من الاستقرار أعلى مستويات 83 ريال ونصف وانطلق نحو الأهداف الذي نجح بتحقيقها بثبات وحاليا يستكمل الصعود محاولا تحقيق الهدف الرئيسي الأسبوعي الماثل عند مستويات 90 ريال وبإذن الله تعالى نشاهد الإشارات الإيجابية لا تزال تتوارد من خلال مؤشر التذبذب بستوك ستيك ومن خلال مؤشر الفوليوم إذن أخواني العزاء ننتقد إلى تحليل سهم آخر وهو سهم شركة الأنابيب العربية ونلاحظ أيضا أن سهم الأنابيب العربية قد نجح بيئة تجميع ومحاولة أخذ العزم للصعود لاجتياز مستويات 23 ريال ولا يزال يقاتل حول مستويات 23 ريال والذي إذا نجح باختراقها سوف يتمكن من الحصول على الضوء الأخضر نحو الانطلاق بالمسار الصاعد وبقوة ومحاولة الاندفاع لتحقيق الهدف الرئيسي الماثل عن مستويات 25 ريال ونلاحظ أيضا أن الأسعار على مؤشر التذبذب بستوك ستيك تحاول خلق تقاطعات إيجابية بالقرب من مستويات الخمسين الذي تعبر عن مناطق دعم وإذا نجحت التقاطعات بالتكوم قد نشاهد اندفاع للسهم على الرسم البياني وأيضا ناهيك عن إشارة إيجابية يتلقاها من خلال مؤشر الفوليوم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة إكسترا ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة إكسترا هو الآخر قد نجح بالتداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والهبوط الذي يحصل هو عبارة عن تصحيحات ويحاول السهم التجميع وأخذ العزم للصعود والانطلاق نحو تحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات المئة ريال خلال التداولات القادمة واستمرارية التداول أعلى مستويات 94 ريال تضع السهم في طور الإيجابية المفرطة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة نادك ونلاحظ أيضا أن سهم شركة نادك يحاول الثبات والتماسك أعلى مستويات الـ 31 ريال وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحتى اللحظة الهبوط الذي حصل في سهم نادك يعتبر عبارة عن تصحيحات وحركات صحية للأسعار وطوالما أن السعر يتداول أعلى مستويات 31 ريال لا يزال في طور الإيجابية وله أهداف منتظرة بالقرب من مستويات 33 ريال فاصلة 20 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة كيمانول ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة كيمانول هو الآخر لا يزال يتداول بثبات متماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى مستويات 12 ريال فاصلة 60 هللة حيث أن الأسعار باستمرارية التداولات أعلى هذه المستويات يحاول التجميع وأخذ العزم للصعود ليشق طريقه نحو مستويات 13 ريال فاصلة 70 هللة ويقترب من تحقيق الهدف الرئيسي خلال الفترة المتوسطة الأجل نحو مستويات 15 ريال وشرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 12 ريال ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة التصنيع ونلاحظ أيضا أن سهم التصنيع لا يزال يتحرك بثبات وبإيجابية مفرطة ونلاحظ أن السعر يتحرك في ظل اتجاه فرعي صاعد ولا يزال يتلقى الإشارات الإيجابية من خلال التداولات أعلى مستويات 13 ريال فاصلة 70 هللة وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونلاحظ الهبوط الذي حصل في السهم هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر ونتوقع أن تتلاشى الموجة الهابطة ويبدأ السهم بالصعود مستهدفا مستويات 14 ريال ونصف ومستويات 15 ريال خلال التداولات متوسطة الأجل إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة كيان السعودية ونلاحظ أن سهم كيان السعودية قد نجح في نهاية الجلسة وفي اختام الجلسة من تحقيق الهدف الأول الماتل عند مستويات 15 ريال ونلاحظ حاليا أن الأسعار قد تستمد الإيجابية من خلال استمرارية انفراجة المؤشر التذبذب والستوكستيك إلى الأعلى كخطي الكي مع الدي فهذا يدل على توارد الإيجابية وأيضا تلقي الإشارات الإيجابية من خلال مؤشر الفوليوم يدل على استمرارية الزخم الصاعد والذي من خلاله في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستويات 15 ريال قد نشاهد اندفاع قادم يستهدف مستويات 15 ريال ونصف وقد يصل أيضا لمستويات 16 ريال ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة الكابلات وأحب أيضا أن أهنيكم بتحقيق الهدف الأول والهدف الثاني بالتوصية الذي نشرناها على قناة التليجرام الخاصة بالسوق السعودي والذي تجدون روابط الانضمام فيها في صندوق الوصف وتلاحظون أخواني العزاء أن الأهداف قد حققت بثبات ونجحت بتحقيق الأهداف الواقعة عند مستويات 34 ريال وحتى اللحظة لا يزال يعتبر سهم الكابلات في طور الإيجابية البحثة والإيجابية المفرطة وطوال ما هو يتداول أعلى مستويات 31 ريال ونصف لا يزال يعتبر إيجابي وله أهداف قادمة عند مستويات 34 ريال وفي حال تمكن من اختراقها قد يبدأ في الصعود المفرط الذي قد يصل حول مستويات 38 ريال خلال التداولات متوسطة العجل إذن أخواني العزاء ننتقد إلى تحليل سهم آخر وهو سهم مصرف الإنماء ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم مصرف الإنماء لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي بشكل عرضي وفي ظل نطاق عرضي ضيق ولا يزال يتعرض للضغوط السلبية ولن يتحرر من القيود السلبية التي تحدثنا عنها سابقا وقد تكلمنا عن الموضوع مراراً وتكراراً أن السهم لن يتحرر من القيود السلبية إلا باختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واختراق مستويات 16 ريال فاصلة 30 هلالة والذي تعتبر نقطة المحور ونقطة البايفيت لسهم مصرف الإنماء والذي باجتيازها من الممكن أن نشاهد انطلاقة السهم نحو مستويات 16 ريال فاصلة 60 هلالة و16 ريال فاصلة 90 هلالة خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننطلق إلى تحليل سهم آخر وهو سهم البحر العرب ونلاحظ أيضاً أن السهم لا يزال في طور السيناريو الإيجابي بالرغم من الهبوط الذي حصل خلال التداولات السابقة إلا أن الهبوط يعتبر تصحيح لا أقل ولا أكثر وثبات الأسعار أعلى مستويات 125 ريال هو أكبر دافع للأسعار للتجميع والانطلاق نحو الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 140 ريال خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى 125 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل ختاماً إلى تحليل سهم شركة الطباعة والتغليف ونلاحظ أيضاً أن سهم الطباعة والتغليف قد حاول الاقتراب من تحقيق الهدف الأول الماثل عند مستويات 25 ريال فاصلة 80 هللة ولكن حتى اللحظة بدأ بالتراجعات وقد تلقى بعض من التصحيح العنيف ولكن بالمجمل وبشكل فني بحث لا يزال تداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا يزال الأمل موجود نحو اختراق مستويات 25 ريال فاصلة 80 هللة والانطلاق نحو مستويات 28 ريال وشرط حقق هذا السيناريو هو الحفاظ على الأسعار أعلى متوسط المتحرك وأعلى مستوى 24 ريال إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية للسوق السعودي أحب أن أذكركم روابط الانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بالتوصيات في صندوق الوصف أسفل الفيديو وهي مجانية ولا يوجد أي شيء مدفوع فيما يخص السوق السعودي وأحب أن أشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله